أهلاً رحيم أولاً أود أن أشكر أخي المستشار أحمد الفضالي على هذه الدعوة الكريمة هذه أول مرة يمكن أخرج في هذه الوفود ولكن أنا سعدت جداً بدعوتي فيها وأنا الحقيقة وجدت قامات كبيرة متوجدة فيها وأعتقد أن هذه القامات قادرة على تمثيل مصر التمثيل المشرف الجيد الذي نطلبه أنا في تصوري شخصي بعدما تم الحديث من السادة الزملاء عن دور هذا الوفد الدبلوماسية الشعبية كما قال الوزير محمد العرابي أن هي مكملة بالفعل للدبلوماسية الرسمية أنا في تصوري أن في إطار هذا الوفد وفي دارة الدبلوماسية الشعبية ما هو واجبنا إحنا كوفد في هزيرة أتصور أنه واجبنا يجيء في إطار شقين الشق الأول يجيء في شرح ما يدور الآن في مصر من خريطة الطريق هناك إصرار من الشعب المصري على تنفيذ هذه الخريطة نحن نرسخ دعائم الديموقراطية الآن بالاستفتاء على الدستور القادم ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإن شاء الله بعد 3 يوليو القادم وهو الموعد النهائي حسب منصة الدستور على أن ننتهي من 6 شهور كان منصة الدستور نحن في 3 يوليو القادم تاريخيا كده لأن بكرة سيقدم السيد الرئيس الجمهورية مسودة الدستور عن 30 يوم بحد أقصى نستفتي عليه ثم بعدها 30 يوم أخرى بحد أدنى ثم ثلاثة أشهر بحد أقصى لانتخابات البرلمانية يعقوبها أيضاً بثلاثة شهور الانتخابات الرئيسية